تواصل وزارة الداخلية حمالاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار تزيد عن السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 87 قضية تموينية بمضبطات أكثر من 189 طن مواد غزائية وغير غزائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تمضبط أكثر من 133 طن سلع غزائية كما تمضبط أكثر من 8 أطنان دقيق مدعم في مجال الاستيلاء على السلع المدعمة أما في مجال البيع بأزيد من السعر المحلي أو الرسمي فقد تمضبط أكثر من 43 طن سلع و5 أطنان أسمنت